موسيقى بساء الخير لما ظهرت العالمة والمصطلح انتشر على مدى واسع في التسعينات واترفع شعار العالم كله قرية عالمية صغيرة في أمم وحضرات خافت على ثقافتها على تقاليدها من الطفان اللي هيقتحم عليها خصوصياتها وهيعكر صف وهدوءها وإن العالم كله هيبقى نسخة واحدة نسخة بيفردها الأقوى الأقوى إعلاميا الأقوى اقتصاديا والأقدر على فرد صوته على الكرة الأرضية كلها قامت خنقات كبيرة كانت كل بلد خايفة فيها على حضرتها وثقافتها من قيم الغرب المسيطر بعد شوية طلع الانترنت وظهرت مواقع التواصل الاجتماعي والعالم بعد ما كان قرية صغيرة بقى في كف في الإيد بقى قضى وصالة وكل ما العالم يصغر الخوف كان بيكبر لأننا كلنا بقينا مكشفين كلنا تحت السيطرة وبقينا كده عاملين زي الهموش لما بيتلمى حوالين النور لما عرفنا أننا مكشفين خفنا رجعنا خطوة الورا وبقينا نحذر من خطر السوشيال ميديا اللي بدعها الغرب عشان يسيطر علينا ويستعملنا ويكسب من ورانا ولكن يا سبحان الله عملية طفان الأقصى غيرت الصورة دي تماما عملية طفان الأقصى واللي حصل بعدها من دولة الكيان الصهيوني وجرائم الحرب وعمليات الإبادة التي تمارسها ضد شعب أعزل في غزة غيرت الموازين وزي ما كانت السوشيال ميديا كشفانة ومعاريانة كشفت وعرت وفضحت ازدواجية الغرب والظلم والقهر سمحت لأول مرة بحكاية فلسطين الحقيقية أنها تطلع للنور ولما حاولت الشركات الغربية وتحديدا الأمريكية أنها تحجب الحقيقة بالخوارزميات والبلوك وحسف البوستات وقفل الأخبار ظهر للصوت الفلسطيني بدل الصوت مليون صوت اللي عملته دولة الاختلال عرى الغرب كله وكشف أنه كيان منتفع ومتآمر وأن أفعاله على ميزان الإنسانية أفعال قذرة ومنحطة ملهاش أي علاقة بالقيم اللي كانوا بيروجوها الغرب اللي بيدعم الكيان الصهيوني بقى في مأزق الحكومات اللي الصهيونية ربطة رقبتها بتوق ومجرجراها وراها بقت مكشوفة ومكسوفة من نفسها لأنه الدم مغطيها من ساسها لراسها وبدأت تحصل جواها خلافات بين أصوات شايفة أن دعم الصهيونية واجب وأصوات شايفاه عار ما بعده عار الخلافات ظهرت من أول لحظة جو حكومة الصهيونة نفسهم بعد عملية المقاومة يوم 7 أكتوبر وكسر صورة الجيش الذي لا يقهر وبعد جرائم الحرب اللي عرت وكشفت الجيش اللي كان بيدعي أنه الجيش الأخلاقي فيه محيط إرهابي اكتشف العالم إنه مش جيش دعصبات عقيدتها العسكرية هي ارتكاب المجازر والمذابح تحت رعاية العالم وبضمان تبعيته للصهيونية وصمت الشعوب واستغلال جهلها اللي كان مسيطر عليها بالإعلام وبالمؤسسات السياسية والدينية والاجتماعية دولة الاحتلال خسرت كتير جدا وصورتها ظهرت على حقيقتها للعالم كله وطبعا ده غير خسيرها الدبلوماسية باستدعاء 9 دول في 3 قرات لصفراءهم من دولة الكيان الصهيوني وهم الأردن، البحرين، تركيا، جنوب أفريقيا، شاد، شيلي، كولومبيا، وهندراس وأيضا بوليفيا حتى في أيرلندا ظهرت دعوات بتطالب الحكومة بطرد السفير الصهيوني بعد جرائم غزة وده كان مطلب رئيسة الحزب شينفين وظهر أيضا نائب في البرلمان الأيرلندي وقال لو دول أوروبا بتدعم الكيان الصهيوني فأيرلندا مش تعمل كده وممكن كمان تاخد ضدها إجراءات قدام الأمم المتحدة بعد تغير موقف الرأي العام الدولي وظهور الحقائق قدام المجتمع الدولي عملية طفان الأقصى زرعت الخلاف حتى جوة الإدارة الأمريكية أو صهينة واشنطن وده كشفته رسالة مسربة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اللي بعت للموظفين في وزارته بيقولهم أنا حاسس بيكم عارف إنكم بتواجهوا مشكلة وضغوط بشكل شخصي بسبب الصور اليومية للردع والأطفال وكبار السن والستات اللي بيعانوا من الحرب وممكن يبقى بعض الموظفين في الخارجية مختلفين مع طريق التعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة صحيح إن بلينكين كشف عن إنه من أهم أهداف أمريكا هو دعم حقوق إسرائيل مع مراعاة القانون الإنساني الدولي وضمان عدم تكرار هجوم تاني زي عملية طفان الأقصى في 7 أكتوبر وإنهاء الصراع اللي وصفه بلينكين بالرهيب فأسرع وقت ممكن ولكن رسالة بلينكين أيضا كشفت إنه في خلاف وخلاف جامد جوه الإدارة الأمريكية وجوه وزارة الخارجية التي تمثل سياسة البيت الأبيض المنحازة لدولة الكيان الصهيوني وده ما حصلش إلا بضغط الرأي العام سواء على الأرض بالمظاهرات اللي غطت شوارع العالم كله دعما لفلسطين وضد سياسة الغرب أو بالتفاعل مع الحق الفلسطيني على مواقع التواصل اللي شافت وعرفت أصل الأزمة ومين اللي على حق ومين الظالم مين الظالم والمستعمر والمحتل ومين اللي بيدعم الحق ومين اللي بيدعم التغيان وسرقة الأرض من أهلها واللي حصل في أمريكا حصل في فرنسا لما عشر صفراء فرنسويين شغالين في إقدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كتبوا مذكرة جماعية لأصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية بيقولوا لهم ما معناه كده بالبلد شكلنا بقى زي الزفت شكلنا زفت وإن موقف فرنسا في الشرق الأوسط مش مفهوم وإنهم بكل أسف بيعلنوا خسارة فرنسا لمصدقيتها وتأثيرها في العالم العربي وإن صورة بلدهم بقت سلبية مواقفها بقت متنقدة مش متوازنة وإنهم بيواجهوا أزمة من الواضح إن تأثيرها هيتول إن بارح كنا بنكلم مع حضراتكم عن اللي بيحصل في لندن وتغيير وزيرة الداخلية العنصرية اللي كانت ضد مظاهرات دعم غزة وإدانة جرائم دولة الكيان الصهيوني وتم تعيين أيضا وزير خارجية جديد صوت فلسطين وصل للعالم الوعي زادت مساحته بشكل مذهل بعد عملية طوفان الأقصى على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف كل ثانية عشرات المواطنين من دول الغرب بيسجلوا اعترافاتهم اعترافات بإن حكومتهم ضللتهم إن إعلامهم كذب عليهم إن مدارسهم بعيتهم بيع فزدة وإن الفلسطينيين مش إرهابيين وإن بلادهم مش حرة وإن القيم اللي تربوا عليها كذبة بيعترفوا إنهم ضحايا حكومات وحكام عندهم ازدواجية وبيشكروا الفلسطينيين على صمودهم اللي علمهم معنى تاني للحياة إحنا النهار ده في اليوم التسعة وتلاتين من الحرب بكرة خلاص اللاربعين صمود الفلسطينيين عامل زي تأثير الحجر اللي ترمى في بحيرة ركدة عايم على وشها كذب وازدواجية وتضليل فقلبت عليها واطسيها وكشفت حجم الزيف اللي كان طافي على الصبح شكرا للفلسطينيين على صمودهم انتم بتغيروا العالم مصر جديدة اهلا بكم